اشتركوا في القناة الفنان علي حميدة اللي يرحمه كان بيعاني منذ ما يقرب من شهر من المرض وتم نقله الى معهد ناصر 23 يوما عاد علي حميدة المنزله بمدينة مرسى مطروح توفي للأسف بين أهله وللأسف الفنان علي حميدة كان بيعاني من وجود مياه على الرئة وبالرغم من وجوده في المستشفى منذ 23 يوما الى انه لم يتحسن بل بالعكس ساء الوضع عن مكان عليه في المستشفى ونستعرض مع بعض دلوقتي ابرز المعلومات عن الفنان الراحل اسمه الحقيقية علي عبد الحميد حميدة اتولد عام 1965 حميدة يعتبر احد اشهر مطربي التمانينات اكتسب شهرته بعد طرح شريط لولاكي وده كان في يوم 11 يوليو عام 1988 الاغنية ما زالت الى الان مشهورة الفنان علي حميدة اللي يرحمه بعمل شريط لولاكي اكتر من 6 ملايين نسخة الى جميع انحاء العالم وهو ما يعتبر وقتها رقما قياسيا اطلق 6 الابومات غنائية في مسيرته منها كونيلي وناديلي وغيرها من هنا بقى استغل بعض المنتجين نجاح اغنية لولاكي اسند له بطولة فيلم سينمائي يحمل نفس اسم الاغنية الفيلم ده كان انتاج عام 1994 وقدم لنا كمان علي حميدة فيلم اخر الفيلم كان اسمه مولد نجم الفيلم من انتاج عام 1991 بعد كده اختفى علي حميدة تدريجيا عن الانظار ثم عادة مرة اخرى للظهور في عام 2000 غللنا الفنان علي حميدة اللي يرحمه تطري البداية والنهاية لمسلسل نسمة ونصيب مسلسل سيد كوم عام 2009 كما ظهر قضيف شرف في المسلسل وفي يناير الماضي تعرض الفنان علي حميدة الوعكة الصحية ومن خلال مدخلة ببرنامج الحكاية مع عمر اديب قال انه هو عايز يتعالج في احد المستشفيات لكن للأسف امكانياته المادية مش سامحي له بدا بكى علي حميدة بكى خلال المدخلة وده بعد عمر اديب ما اخبره انه هو هيتواصل مع نقيب المسيقيين وذلك بخصوص التكفل بعلاجه وبعد انتهاء المكالمة اتصل الفنان هنشاكل نقيب المسيقيين بالبرنامج واكد كمان ان نقابة المسيقيين تتواصل مع المطرب علي حميدة وانه هو هيتم نقله للمستشفى وانه نقابة تتكفل بعلاجه وتم بالفعل نقله للمستشفى واقام فعلا في المستشفى 23 يوم لكن للأسف ربنا معرش بالشفاء افتحني باب انا مش مصدقوا يعني لأ باب ايه دا حقك يعني ايه بافتحلك باب ايه باد انا محاولش بعمل يا حبي والله انت طول عمرك بانت خير وطول عمرك بتاخذ بكل الاخر ومعايا دلوقتي هو على طول النقيب الدكتور عشرف زاكي بيقول احنا متكفلين اتحاد نقابات فنية بعلاج ميدة بالكامل احنا كلنا جنبك انت مش لوحدك حبيبي يا سيد عمر انا كده حصيت ان انا ابن التراب ده ابن التراب اللي انا عيش فيه ده لا ازلاج انت مواطن ولازم كلنا نقاب جنبك وانت اسعدت الملايين يا رجل يا حبيبي يا سيد عمر يا حبيبي يا سيد اما عن اخر ظهور للفنان الرحل على حميدة كان منذ 3 سنوات وده كان من خلال حلوله ضيفا على برنامج مسادي امي سيمع الاعلامية ايمان الحصري تحدث من خلال البرنامج عن مشواره الفني وكمان عن ابرز محطاته الفنية من ناحية اخرى عهد العطية ابن شقيقة الفنان علي حميدة كان وجه اللوم في الفترة الماضية لنقابة الموسيقيين عبر صد البلد كما اضاف انه هو بيلوم على نقابة المهن الموسيقية لعدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد اعضائها الذين اصروا الحياة الفنية وخاصة ان الفنان علي حميدة كان بيعاني من ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره او يساعده وكان بيحاول ان هو يوجد له حل ينقذ به حتى تتحسن حالته الصحية كما اضاف عادل الدليل على مدى عدم اي مساعدة طبية حقيقية في مطروح ان هو احضر له المحليل والادوية النازمة وقام بتركبها ليه بنفسه ايضا وده امر غير طبيعي وللأسف ما عدنا دلوقتي في فقرتنا هنتكلم عن تفاصيل اللحظات الاخيرة للفنان علي حميدة اكد لنا الدكتور عادل مسلماني صديق الفنان علي حميدة المقرب ومدير محو الأمية بمطروح ان الفنان علي حميدة حتى امس كانت حالته الصحية مستقرة وقال فجينا صباح اليوم الخميس بسوق حالته الصحية كما اضاف فجينا باخراج الفقيد علي حميدة دم من فمه وعدم قدرته على الحديث وما كانش قادر يقف واتسعوا على الفور بصيات الاسعاف وتم نعلن المستشفى كما اشار الى انه بعد وصوله للمستشفى بلحظات للأسف قضاء الله نفذ كما اضاف الفنان علي حميدة عانى الفترة طويلة من مرضه مرضه في الكابد والرئة واضاف انه سيتم تشيع جثمانه غدا يوم الجمعة والحقيقة حالة حزن تم انتشرت في مدينة مرسى مطروح وده بسبب تعلق ابناء مدينة بيه كما نعى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الفنان علي حميدة واكد كمان انه هو يتقدم بالنيابة عن جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بخلص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور علي حميدة والذي يعد من اعلام المحافظة سائلا المولى عز وجل ان يخفر له ويرحمه ويسكنه فسيحة جناته ويلهم اسرتي واهالي مطروح جميعا الصبر والسلوان من افلام مولد نجب كان عام 1991 وفيلم الولاك سنة 1993 من المسلسلات اللي شارك فيها مسلسل نسمة ونصيب زي معلنا ومسلسل الهودج واشترك ايضا في مسلسل ريح المدام ظهر فيه كضيف شرف وغنالنا في المسلسل اغنية المشهورة لولاكي غنالها بشكل جديد مع اكرم حسني واحمد فتحي واشترك ايضا في مسلسل الغجر اعتقد البعض ان الفنان علي حميدة فنان لي بالاصل وده بسبب علاقته الكبيرة مع الرئيس القذافي لكنه مصر الجنسية والمولد اما عن علاقته بالرئيس القذافي قال كان صاحبي منذ سنة 78 قال علي حميدة الله يرحمه انه هو بعد ما سمعه بيضرب على العود صرح له قال له انت شبهنا فعلي حميدة بينتمي لقبيلة تسمى الجميعات وهي لها سلة قرابة بقبيلة القذازفة وده شي طبيعي لان قبال منطقة مرسى مطروح تربطه مع علاقة بأهل ليبيا اما عن حياته الشخصية فلا يبقى حولها لعديد من التساؤلات الفنان علي حميدة في بداية حياته رشحه الفنان محمد الحلو انه هو يعلم الفنانة وردة العصفة على العود وفعلا كان لسه حديث التخرج من المعهد سنة 79 قال في الافتتاح كنت خايف جدا وبعد اول حصة مع وردة زال الفزع للأبد وده لانها شخصية رأيها وحساسة ولا تتعالى على اي احد والفنان محمد الحلو قال للفنانة وردة ان علي حميدة صوته جميل جدا فغنالها بعض الاغاني ليها وللفنانة فايزة وكمان طلبت منه ان هي تغني في حفلة من حفلتها لكن هو الحقيقة خاف ومر بحصة تانية بسبب عدم وجود قارينة او حبيبة معروفة لي تم اتهام علي حميدة بالشزوز وفي سنة 2000 تم الابضع ليه بتهمة اجراء فضحة لطول الطريق التهمة اللي قلقيت عليه كانت مع طفل ميكانيكي تم الحكم عليه بالحبس بعد ما خرج استرح في احد البرامج التلفزيونية ان رجال الرئيس حسني مبارك الراحل بمساعدة وزير الدخلية السالف حبيب العدلي لف اقول القضية وده لانه كان مقرب من الرئيس القذافي من ناحية اخرى رأي الفنان علي حميدة اللي يرحمه في اغاني المهرجانات هنتعرف مع بعض كان بيقول ايه عنها يرى الفنان المصر الراحل علي حميدة ان لو سرع عبدالوهاب وباليخ حمدي موسيقى اغاني المهرجانات لاستعانوا بيعل التلحيل المطربين كبار كما اشار الى ان في موسيقاها باور لكن اللي بينقص اغاني المهرجانات هو الكلمات فقط والحقيقة انا شايف ان عنده حق ايه رأيكم اما بخصوص تفاصيل جنازة الفنان علي حميدة ان شاء الله هتكون بكرة بعد صلاة الظهر يوم 12 فبراير هيخرج الفنان علي حميدة من منزل الاسرة في مطروح والدفنة يكون بمقابر الاسرة لكن الى الان لم يتم تحديد اي مسجد سيشهد صلاة الجنازة وبكده نعرض انكم وصلنا لنهاية الفيديو ندعو للفنان الراحل الفنان علي حميدة بالرحمة والمغفرة وان يسكنه الله فسيح جناته وان يلهم اهليه الصبر والسلوان اشتركوا في القناة